الاسبوع الماضي كنت باعرض على خريطة الوضع في التجري والاقاليم الاثيوبية الى اخير زي ما باشرح دلوقتي وربما يعني ورد على لساني ما لم اكن اقصده في قلت انه بعد ديسالين ما خرج واستقال القبائل القرومو اختروا ابي احمد الضابط السابق في المقابرات الاثيوبية انا قلت التركي فدي غلطة يعني غلطة اللسان انا باعتذر عنها تماما لانه لا يجوز ان انا اغلط هذه الغلطة واعتقد زمالي ما انتبهوش لكن ناس كثير بعثتلي من اثيوبيا ومن الصومال زعلانين جدا ازاي تتقول معلومات غلط وتقول ان ابي احمد ضابط مخابرات تركيا ودعي طبعا وانا باعتذر لهؤلاء انه هذا خطأ غير مقصود وابي احمد كان ضابطا او عقيدا سابقا في الجيش الاثيوبي ولم يكن له علاقة بالجيش التركي اشتركوا في القناة